ان شاء الله في عيد الفترة المباركة وسط الشهد السادس أو نهاية الشهد السادس سيتم افتتاح ملعب الكوت الأولمبي موسيقى صرح رياضي جديد يدخل الخدمة الكروية في وسط بعد أن كانت هذه المحافظة تعاني قلة الملاعب وإهمال القطاع الرياضي موسيقى هذا المشروع أنجزته وزارة الشباب والرياضة انصافا لسكان هذه المدينة ملعب الكوت الأولمبي سعة عشرين ألف متفرج سيقدم رياضي وشباب محافظة واسط ويكون إضافة مهمة لملاعب العراق أنا برأيي كودي الشركة المنافذة سفور سيستيم الإيطالية هذا يرجع الفضل لمعالي وزير الشباب لستاذ عبدالحسين عبطان يعني لو لا هذا الرجل هذا الملعب لكان يعني في عدات الملاعب المنسية خليه أقول في الشهر التاسع تصل بيه لستاذ عبدالحسين عبطان وصار الاتفاق بأنه يعادل الإعمار والعمل بهذا الملاعب حجم هذا الإنجاز ونوعية المنجز تشعرك بتطور العراق في القطاعين الرياضي والشبابي عطفا على عدد الملاعب التي أنجزتها وزارة الشباب والرياضة في السنوات الأخيرة والتي تسعى لشمولها برفع الحظر الكروي عن جميع المحافظات هذا المشروع الرياضي الحيوي لمدينة الكوت ومحافظة واسط يعتبر من المشاريع الاستراتيجية التي تخدم المحافظة بعموم المجالات في البداية نشكر معالي وزير الشباب والرياضة السيد عبدالحسين عبطان على تحقيق أكبر أحلام رياضي محافظة واسط وذلك بإنجاز ملعب الكوت الأولمتي الحلم الذي طال انتظاره وفي فترة سابقة أيسوا رياضي محافظة واسط من استكمال ملعب ولكن السيد الوزير وعدهم لأن يكملوا وإن شاء الله ونحن طريحون جدا حاليا ونحن نرى الملعب وهو في تقريبا مراحله الأخيرة من البناء وتقريبا 85% من العمل كمل ورياضي للمحافظة وهذا سيؤدي إلى تطوير رياضة كرة القدم في محافظة واسط بصورة خاصة وكذلك ألعاب الساحة والميدان التي اشتهر بها أبناء محافظات واسط من سنة الخمسينات تقريبا ويحتوي هذا الصرح الرياضي الأولمبي على ملعب التدريب وتعد أرضية الملعب الرئيسي من الأرضيات ذات العشب الطبيعي ومواصفاتها تدخل ضمن شروط الفيفا وفقا للعقد المبرم مع الشركة الإيطالية المتخصصة بالبنى التحتية الرياضية مشروع ملعب الكوت الأولمبي ساعة 20 ألف متر مفرد يعتبر من المشاريع السيطراتيجية المهمة في البلد كونه أقيم على أرض بساحة حوالي 73 ألف متر في المربع يتميز عن بقية الملعب بوجود مرافق مهمة ومتعددة في ضمن البناء الموجودة قدامكم عندنا ساحات وقوف سيارات تسع حوالي 350 سيارة عندنا قاعات أسفل المدرجات تشمل قاعات الإنترنت، قاعات المكتبة، قاعات رياضية عندنا مكاتب خاصة بالموظفين وخلي نقول عندنا عشر مجامع صحية تتوزع على الملعب خاصة بالجمهورة خاصة بالمقصورة الأخ المعالي الوزير الساد عبدالي حسين عرطان يعني خلي يقول هو اللي يرجع الروح لهذا الملعب يعني يدلل كله الصعوبات عندنا صعوبات، عندنا مشاكل كثيرة كانت مع وزارة الصناعة والمعادن الحمد لله الآن انحلت كلها رجعنا تاريخ 13-9 من عام 2017 مثل ما تشوفون الآن وصل مرحلة الإنجاز إلى 82% الكراسي ما شاء الله نشدد التيل تشوفون نصة يعني تركب وغدا يعني غدا تقريمها ساعة ثامنة صباحا يتكب الجزء الثاني التيل مالتنا من نوع إيطالي هذا أول مرة بالعراق وثاني ملعب بالشرق الأوسط ومن بعد ملعب الملك فيصل اللي بالسعودية من شركة ميكستو الإيطالية هذا هو التيل خليط بين التيل الطبيعي 90% والتيل الصناعي اللي هو عشر بالمية نفس هذا التيل هو موجود في ملعب ريال في هذا الصيف نفس هذا التيل أيضا سيركب في ملعب برسلونة موسيقى قدم الشكر جزيلا للأستاذ عبدالحشين عمطان وزير الشباب والرياضة على الجهد المستمر لعادة وهيئة وبناء الملاعب التي توقفت في مدة عوام في العراق ومن ضمنها ملعب الكوت الأولمبي شكر الجزيل لوزارة الشباب والرياضة والشكر الجزيل للأستاذ عبدالحشين عمطان على قامة ملعب الكوت والشكر الجزيل لليج العاملة التي ساهمت ببناء هذا الملعب على المساهمة كبقية المحافظات على رفع الحظر من العراق ورغم التقشف وقلة الأموال وتلك المشاريع بعموم المجالات والمحافظات إلا أن وزارة الشباب والرياضة مستمرة بافتتاح الملاعب وبإنجاز المشاريع التي تخدموا واقع المحافظات العراقية هناك أعمال أخرى أنجزتها محافظة واسط في محيط الملعب منها أعمال صب الأرصفة وتطبيق المقرنص وفرش الحصى الخابط مع الحدل فضلا عن أعمال فرش الحصى أسفل المدرجات مع أعمال رفع الطربة الزائدة والتسوية وتنظيف شبكات المجاري للشوارع الداخلية من الأنقاب وإعادة تأهيل المنهولات الرئيسية في شارع الخدمة وتهيئتها للصب ورفع الطربة الزائدة للمنطقة شركتنا هي اختصاص بالحديد والثقوف الملاعب نحن نصنع الأعمدة الحديدية في إسطنبول ونشحنا عن طريق السيارات إلى العراق إلى الموقع وهذا يعني نشتغل بآخر تكنولوجيا وبعيد عن المخاطر أيضاً لشغل مالتنا نحن يعني البلان مالتنا الخطة مالتنا نخلص الملعب كل العمل مالتنا الخاص من الشركة مالتنا اللي هي اسمها الثاني غلوبال التوكية من 30 إلى 40 يوم نحن انتهينا من خليقوا الأعمال البنى التحتية البنى التحتية يعني صعبة كثيرة نصالنا أكثر من 6 أشهر والحمد لله يالله انتهينا من البنى التحتية بدينا بالصبغ أيضاً قبل أسبوع بدينا بالصبغ الخارجي طبعاً صبغ المدرجات انتهينا تقريباً من عجل بالنسبة 90% شاكات شم الاستبالة 24 متر شاكات 42 متر شاكتين عملاقة من الجهة الشمالية زاعداً الجهة الجنوبية راح تكون بوابات اثنين طوارئ من الجهة الغربية للملعب الطوارئ ان شاء الله أيضاً يعني بعد ما نخلص الفسطية شركة كركية راح تكون بالانهاء مع هاي بوابات الطوارئ عندنا سيطرة الكاميرات سيطرة الكاميرات سيطرة الصوتيات سيطرة الانترنيات والتلفزيون والبدالة الفائد الملعب لرياضي محافظة واسط هو ان تعود كرة القدم لسابق عهدها لهذه المحافظة التي صاحبة التاريخ الكروي الكبير حيث كانت كثير من المنتخبات الاجنبية تزور محافظة واسط هذا التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة واسط نتج عنه تحفة معمارية جميلة تدخل ظن انجازات الوزارة هذا العام وحافظة واسطة الاشط لا توجد بها منافذ لخل نقول للشباب في هذه المحافظة فقط توجد بعض المنتجات البسيطة ولكن هذا الملعب راح يكون فالملتج مهم للشباب كونه يعتوي على مرافق ترفيهية فيه شاشات عملاقة فيه شاحة تدريب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر